أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش أنه يجري إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عددا من المدارس متنوعة التعليم أضف المحافظ خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية الذي نفذته مدرية التربية والتعليم بالمحافظة في المدينة الشبابية بالعريش أكد أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة